أعرب وزير الخارجية سمح شكري عن تطلعه لتعزيز مختلف ملفات التعاون السنائي بين مصر وهولندا وخلال لقائه مع نظره الهولندي فوبكا هوكسترا على همش أعبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد شكري على أهمية ضخي المزيد من الاستثمارات في ظل المناخي الاستثماري الجاذب في مصر وخاصة في مجالة التحول الأخضر كما استعرض شكري مع نظره الهولندي رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر الأم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 والمقرر عقده بشرم الشيخ في نوبمبر المقبل وسبول تعزيز العلاقات الثنائية